ارحبكم مشاهدين بوضوح اناقش المخاوف اللي بدت تتصاعد من حدوث او تكرار التجربة اليمنية او الافغانية بالعراق بعد الانسحاب الامريكي لكن هل هذه المخاوف حقيقية لو تندرج باطار الصراع السياسي اللي تعودنا عليه وتعود عليه المواطن العراقي على مدى 18 سنة لكن السؤال الجوهري والاهم اذا كان العراق بحاجة للقوات الامريكية او لهؤلاء المستشارين سواء كانوا من الامريكان او من التحالف الدولي بالتالي لماذا الاستعجال بجلاء هذه القوات وبالمقابل ايضا لش وقت تبقى القوات العراقية والعراق والعراقيين تحت رحمة هؤلاء لش وقت القوات العراقية باقية بحاجة مثلا الى تدريب او استشارة هؤلاء المستشارين لش وقت الاجواء العراقية تبقى بيد التحالف الدولي ش وقت الاجواء العراقية تكون باياد العراقيين هذه 18 سنة اكثر من 18 سنة والامريكان والتحالف الدولي موجودين ليش المخاوف والمخاوف من منو من الفصائل الفصائل اليوم اللي كانت قبل حاملة السلاح اليوم ممكن ان تشوفها بالحكومة او بمجلس النواب بالسنوات المقبلة اغلبهم رشحة ودخلوا بالعملية الانتخابية اذا كان يقصف اليوم رح يكون داخل الحكومة او داخل مجلس النواب بعيد لتصويت قرار اجلاء القوات الامريكية او الاجنبية من العراق لكن ما هو شكل النظام وشكل العراق بعد انسحاب القوات الامريكية والتحالف الدولي بالكامل ارحب بكم مشاهدين اناقش هذا الموضوع مع ضيوف الكرام كل من الدكتور عمر عبدالستار البرلمان السابق وايضا مشاهدين مع الاستاذ علي فضل الله المتحدث باسم حركة حقوق وايضا مشاهدين مع الاستاذ جابريال صومة مستشار الرئيس الامريكي السابق ترامب قبل ما ابدأ بالحوار مشاهدين اذكركم ودعوكم الى المشاركة باستطلاع حلقة هذا اليوم مشاهدين استطلاعني يقول هل هناك مخاوف من تكرار السيناريو الافغاني او اليمني بعد انسحاب الامريكان من العراق ابدأ من الدكتور عمر عبدالستار دكتور عمر يعني هل هذه المخاوف حقيقية وواقعية ليش هذه المخاوف من انه ستسيطر الفصائل وفريق الفصائل على العراق بعد الانسحاب الامريكي من العراق حياك الله استاذ محمد والضيوف والمجاهدين يعني تدري اليوم يعني ما كدعي نقول سيناريو افغاني او سيناريو يمني بقدر ان الفصائل اليوم ستكون داخل البرلمان ما ريد نقول البرلمان راح يكون هو برلمان الفصائل لكن يبدو ان الكتلة الاكبر ستكون لهم او قريبة منهم وايضا الحكومة ستكون للفصائل يعني شنو بالمعنى العام والعريض او بالعربي الفصيح يعني بدل ما يكونوا خارج الحكومة ليعاق الدور الحكومة او للخروج مما يسمونه حكومة الظرف الحرج لا الحكومة حكومتهم البرلمان برلمانهم الحالة اليمنية والحالة الطالبانية صارت رزمية واذا هذا التهم خلاص يعني بعد ما يكون داعي احنا نروح الى ان نحوط المنطقة الخضراء مثل ما فعلت الفصائل اربع خمس مرات من جال كاظمي الى يوم ستة وعشرين خمسة الفين وواحد وعشرين هاي حالة طالبانية هاي حالة طالبانية يمنية لكنها لبسة اللبوس الرسمي وايران ستكون جالسة داخل البرلمان وداخل الحكومة وتتحدث بحرية لم تتحدث بها من قبل لان العراق بالنسبة لايران يعني في العقل الاستراتيجي لايراني منصة الها اهداف كثيرة لم تتحقق خاصة في ظل ظرف انسحاب مزدوج وهي مريحة على تفاوض اذا دكتور ربما حتى اذا راحت على تفاوض ما راح توافق بما معنى انه بحال بقاء او اجلاء القوات الامريكية من العراق خلاص انت امام امر واقع الفصائل القبل اللي كانت تحارب المحتل مثل ما تقول هذه الفصائل اليوم هذه الفصائل وزعاماتها ممكن ان يكونون بالبرلمان او ممكن ان يكونون بالحكومة بالتالي بقاء او جلاء القوات الامريكية ما راح يأثر على السيناريو القادم هو اذا صارت بالحكومة بالبرلمان اتشرع قانون لخروج القوات الاستشارية اصلا يا مو راح تحول نهاية العام من قتالي الاستشارية هم صدروا بيان بعد مقتل سليماني لا مو بيان يشرعون قانون ويخرجوهم بقانون تنفذه الحكومة مو بساي مو بساي هسا اليوم هذا حج زادة ابو القوة الجوية اللي سقط الطائرة الاوكرانية هو مو مشكلة القوات الامريكية داخل عراق مهم مشكلة القوات الامريكية في غرب آسيا مهم في كردستان او في سوريا وربما حتى في الخليج ويقول على اسرائيل ان تذهب الى الالاسكا مشكلتهم امريكا في غرب آسيا وهذا ثمر لمقتل سليماني او ثارهم اللي راح يجي يوم 3-1-2002 دكتور عمر دكتور عمر يعني ما عذرك ولذلك لعني قبل قبل ان تكمل رجاءت دكتور عمر لكن لش وقت احنا نبقى تحت رحمة المستشارين للامريكان ورحمة المستشارين للتحالف الدولي ش وقت القوات الامنية العراقية بتأخذ دورها ش وقت السماء تكون عراقية خالصة صارت من طع السنة وين هم الامريكان شلو اللي سووا الامريكان يعني حتى اليوم انا ما طالب بي رحيلهم دكتور انت ما سمعت فالح الفياض من التقى بحسين سلامي قبل فترة وقال احنا نعمل على تجربة حرس ثوري عراقي وانا اكو جيش ايراني هسيا اكو جيش ايراني اكو حرس ثوري ايراني هو هو الحرس الثوري هو اللي يقود الدولة هو يقود 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 المرشد ونفس الشيح احنا عدنا يقود الدولة وانا كو جيش طيب وانا كو جيش هذا النموذج هو نموذج لا دولة او نموذج النظام المززوج اللي هو نظام غريب عن النظام الدولي واللي هدد النظام الاقليمي وهدد النظام الدولي والامور راحت الى حرب باردة الان انا ما اعرف شون راح اصير الامور طيب دكتور في ظل تركيز امريكا في الوقت الحاضر على تحييد ايران الامور مفتوحة على كل الاحتمالات انا نتحدث دكتور عن البعد الدولي والاقليمي بالانسحاب الامريكي او بقضية دخول هذه الفصائل المعترك السياسي ترشحها للانتخابات او تواجدها بالحكومة خل اروح بنقطة جدا مهمة اذكرتها جنابك للاستاذ علي فضل الله استاذ علي مرة ثاني راح بيك معنا ببرنامج بوضوح بوضوح سنتوجه يا اخو الله استاذ محمد اهلا بك استاذ علي سنتوجه الى نموذج لا دولة تواجد هذه الفصائل الفصائل كانت حجتها استاذ علي انه عندما تنسحب القوات الامريكية خلص عملنا راح ينتهي لا عملها ما انتهى عملها انتهى من القصف والكاتيوشة والعبوات وعملها الان راح يتحول الى عمل سياسي راحين الى النموذج الافغاني الطالباني على الشكل العراقي يعني حقيقة مغلطات دائما كثيرة تساقف الاعلام ومن بعض الشخصيات التي تعاني من حول سياسي للأسف تصور دائما القوة الوطنية على انها قوة لا دولة قوة دولة انا برأيه هي القوة التي تستطيع ان تحفظ سيادة الدولة قوة دولة هي التي تستطيع ان تحجم الفساد المال والاداري قوة دولة هي التي تستطيع ان تحقق الرفاهية للمواطن العراقي وذني كل ما سوتين الفصائل حقيقة تحديدا بعدها مو بالدولة هو الفصائل أنا جايك أسان بالموضوع خلين لحد الآن خلينا ذكرك بحادثة مهمة جدا نعم وهي قوة دولة اللي يتكلم عنها كثير من الضيوف اللي تستطيع من جنابك قوة دولة يصورون على انهم الناس اللي المفروض يكون خانعين للمحتل وبالتالي يتحولوا الى قوة دولة العراق مربطة لا ساد علي قوة دولة ساد علي معذرة معذرة راح انطيك وقت والله اطمئن واني نسيت أبارك لك المنصب الجديد المتحدث باسم حركة حقوق تستهل كل خير يا ربي واتمنى لك الموفقية لا ساد علي أنا أريد قوة دولة بما يعني جيش العراقي جهاز مكافحة الارهاب أريد هاي الدولة ما أريد أني الفصيل على أساس الساد علي هذا الفصيل يخشى الجيش جيش العراقي يخاف من الفصائل عندما تقصف وتفوت من يمة عندما تخطف وتفوت من يمة عن أي دولة عن أي قوة دولة تتحدث الساد علي تقصف منه السادة محمد العفو هذه الفصائل يعني كان المفروض السفارة الأمريكية جهة عبرة عشرة آلاف إذا تسمح لي السادة محمد جهة عبرة عشرة آلاف من حتى تجلي العراق والسيطر على أمن العراق باتفاق مع الحكومة واتجعل سماء العراق عارية لمن هبقى وانا ليش من نخلص من عندها باتفاق مع الحكومة هذا الموضوع شوفوا السادة محمد هما هما رح أنزل رح أنزل بيا حضرتك لأنه هذا اتفاق مع حكومة أنا أذكرك لأنه هناك قرار برلماني حقيقة طالب القوات الأمريكية بالخروج أنا أقول لك هذا باطل هذا الحكومة العراقية البرلمان لا يشرح حرارات الحكومة العراقية هذا هم باطل هم رح يجيك بشغل لا تسمح لي ساد علي ساد علي واناكم برلمان برعانة لا تسمح لي البرلمان رقابي تشريعي لو المفروض يشرع قانون ما يصدر قرار على أساس أي برلمان هذا يقعد لعادة العبد المهدي وصدر لي قرار خلينا أسترسل بالكلام فضل وأوضح الفكرة إذا تسمح لي فضل إذا نبتعد عن قرار البرلمان والمطالبة الجماهيرية بعد يوم من القرار البرلمان اللي طالبت بجلاء القوات الأمريكية من العراق وبالتالي الدستور قال الشعب وصاحب السلطات هاي كل الأمور خلت ناسل عنها الحكومة العراقية دورها حقيقة في الدولة العراقية هو العمل على حفظ سيادة الدولة العراقية الحكومة العراقية دورها العمل على تحقيق حقيقة الرفاهية للمواطن العراقي السؤال اللي يريد أسئل آني هل الحكومة العراقية فعلا من خلال العقدة الاجتماعية ما بينه ما بين الشعب العراقي حققت هذه النقاط قطعا لا عندما سمحت للقوات الأمريكية باستهداف قادة النصب الذين كانوا شبباً بتحقيق الفصائل على داعش لا عندما سمحت للفصائل لا سيادة عراقية بوجود هذه الفصائل أستاذ علي تخيلني الضابط العراقي عندما يوقف بنقطة تفتيش ويجي واحد يقول لأني بكتائب حزب الله شيردي يسوي لهذا الفقير المقرود يجي واحد ويقول لأني بكتائب الإمام علي بالعصائب شيردي يسوي ضابط الجيش أو الشرطة وانت تعرف أكو زعامات بالفصائل أستاذ علي تصور فيديوهات وهي سياراتها مملية صواريخ ووعتدها وأسلحة سمار دا أذكر اسمه لأني ينزعج نعم الفكرة أستاذ محمد إذا كانت هاي السيارة بها صواريخ مثل ما تصور جنابك يعني أو تسأل جنابك احنا عدنا هدف حقيقة هدف الفصائل بالتالي هو إخراج المحتل المحتل للأمريكي القوات العراقية بعد عام 2017 وصلت إلى مرحلة التكامل وتستطيع أن تحمل حدود العراقية وأوصلت رسالة لكل العالم أنها انتصرت على أكبر تنظيم إرهابي كان مدعوب من قرابة خمسين دولة من محيط الدولي سواء من دول الجوار أو المجتمع الدولي وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أكثر من سؤال الأمريكي صرح من كان وراء بناء داعش وتأسيس المجامع الأرهابية هي الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون من بعض الدول الخليج وتحديدا منذ عام 1979 عندما كانت هناك حرب باردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي واستطاعوا حقيقة أن يروضوا هذه الفصائل لتحقيق مصالح كبيرة جدا إلى أن وصلوا إلى مرحلة القوى العظمى والقطوية الأحادية الأمريكية فاحتاجوا إلى عدو افتراضي يسمونها الإرهاب هذا الإرهاب هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية والآن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقية تعبث بالأمن العراقي يعني خلي نطيك واحد من هذه الأمثلة هل يعقل منذ عام 2003 ولحد الآن الجيش العراقي لا يمتلك منظومة دفاع جوي متطورة والسفارة الأمريكية تمتلك منظومة سيرام دفاع جوي بينما اتفاقية فين هاي صار علي نقطة جدا مهمة إذا أسمحت نقطة جدا مهمة نقطة جدا مهمة هاي أستاذ علي أروح بيها للأستاذ جابرييل صومة سيد جابرييل في منطع السنة شنو شتوا تسوون بالعراق وبالجيش العراقي اللي صرفته عليه مليارات وللآن العراق لا يمتلك منظومة دفاع جوي هذا دليل مثل ما يقول للأستاذ علي على عبث الولايات المتحدة الأمريكية بأمن العراق دين الكرام الولايات المتحدة موجودة في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية يعني انسحبنا في أواخر ديسمبر سنة 2011 من العراق بناء على طلب الحكومة العراقية وبناء على بند في الاتفاقية الأمنية التي وقعت سنة 2008 بين الولايات المتحدة والعراق فإذا انتهى مفهول الاتفاقية الأمنية وانسحب الجيش العراقي الأمريكي من العراق بناء على تفاهم بين البلدين ولكن في سنة 2014 تغير الوضع داعش ليست هي منظومة أمريكية داعش هي فرع فيها القاعدة المسؤول الكبير عن داعش في العراق قتل على يد المكان هذا الشخص البردني قتل منذ عدة سنوات في يد الجيش الأمنية فإذا أن تلام الولايات المتحدة على أنها هي التي غفت كاعش هذا خطأ ولكن ولكن يمكن القول أن الانسحاب الأمريكي من العراق سنة 2011 أدى إلى طبور كاعش في العراق والأمريكي طلبت الحكومة العراقية من الشيش دامير العودة إلى العراق اليوم أن الانتخابات سوف ينتخب عجل استيابي وسوف تتألق حكومة عراقية إذا طلبت الحكومة العراقية لا سيد جابريال يعني معذر عن المقاطع أنا سألت سؤال جوهري سيد سومة لا لا أنا سألت سؤال الجوهري لا أتحدث عن مثلا مستقبل البرلمان المقبل وسواء كان سيصدر قرار أو يشرع قانون لجلاء القوات الأمريكية بالكامل أم لا أنا سألت عن ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظومة الأمنية العراقية إلى اليوم الأستاذ علي قال لك لا نمتلك منظومة دفاع جوي ماذا فعلت القوات الأمريكية طيلة الثمانة عشر عاماً الماضية أستاذي أستاذ محمد عندما دخلت داعش إلى الموصل كان فيه عندكم طائرات مقاتلة كان فيه هليكوبترات بإمكانها القضاء على هذا الرثل للسيارات التي تقللوا الموصل يعني أنت تريد أصلاً منظومة صواريخ أمريكا لا تقلل هذه الموصلة لتؤلل إلا للحاجة الخصوية مثلاً تصور السعودية كان عند هذه الموصلة لأنه إيران أرسلت صواريخ ضد السعودية من دعانين في منطقة فاضطرت الولايات وانتحدها إلى السعودية في الصواريخ الباتقية اليوم سحبت هذه الصواريخ والرئيسة تحرق صحبها العراق يعني من أين شد تهديم للعراق صواريخ من خلد آخر كان كائزة وجهة الأمريكية بأن العراق تحتاجها إلى هذه الصواريخ تأذن ممكن تمديد إعطاء صوت للعراق في الوقت الحاضر الخطر على العراق هذه الميليشيات التابعة هذه الميليشيات ليست خاطعة للجيشيات العراقية لها ميليشيات تحرقها إحجاباً عن الجيشيات الأمريك من العراق وعلى السبع سيد جابريل سيد جابريل لو سمحت لي يعني والله اعتذر من جنابك هذا الموضوع اليومية يتكرر موضوع السكايب والصوت خلينا نروح أرجع للدكتور عمر عبدالستار دكتور عمر يعني ما الذي يؤخر للولايات المتحدة الأمريكية النقطة الجوهرية التي تطرق لها الأستاذ علي فضل الله ب عدم بناء منظومة أمنية عراقية وذكر لك مثلا أنه لا نمتلك إلى الآن منظومة دفاع جوي سيد علي غيره من حقهم أنه صارنا ثمن طع السنة ولا نمتلك منظومة أمنية متكاملة لازم نبقى احنا محتاجين للتحالف الدولي والأمريكان وهذا مو منطقي يعني انت شايف نظام مزدوج مثل نظام إيران اللي يفرح اللي يفرح بتحتلاء العراق وجابت كل حلفاءها ودخلتهم بالحكومة هم حلفاء جماعة حركة حروب جوى دخلوا بالعراق لو المو الأحتلال الأمريكي حروب منmmو تقصد حروب من pearl تقصد احتروا نفسك وتحدث بأدب لا لا استاد علي استاد علي استاد علي استاد علي لو سمحت لي أرجوك لذولا لا خاطرين البصيرة لا نسميali ل Lean هم عمى. طيب. والله كمان عندك اذرت مصير. هذولة جماعة اللا دولة. استاذ علي ارجوك. اتفضل دكتور عمر. دولة جماعة اللا دولة. يبنون دولة. دولة يهدمون الدولة. فترة المالك الاولى قاعدة وجيش مهدي. فترة المالك الثانية حشد وداعش. الله يستر من الفترة الثالثة. راح يصير انسحاب مزدوج. وداعش موجودة. وراح تسمع انه بنسخة. بنسخة حشد ونسخة داعش. هذولة لا يعيشون في اطار الدولة. لان هم منظومة غير طبيعية. يصرون على الشيء الغير طبيعي. اللي هو الدولة. واللا دولة. واللا دولة. تحكم الدولة. ومعادية للدولة. وفوق الدولة. وفوق الدستور. ولا لو هسا واقع العراق مساوي لدستوره. ودستوره فدرالي. كان العراق اليوم فدرالي حاله. حال اقليم كردستان. اللي يتأسس بالاثنين وتسعين. هذولة اليوم ضد اقليم كردستان. وقبل اسبوعين ضربه قاعدة حرير. والله يسر على اقليم كردستان. بعد بعد واحد وثلاثين اثنى عشر الفين وواحد وعشرين. هذولة لا يبنون دولة. ولذلك دون خروجهم من اطار الدولة. دون دون طردهم بالمتر المربع. من كل محافظة عراقية لا يمكن ان تعود الدولة. اه دون دكتور عمر. لكن هي النقطة الاهم. يعني اترك لي هذا الجدال العقيم. انا اتحدث عن نقطة جوهرية مهمة. ما الذي اخر القوات الامريكية. الجيش الامريكي. الولايات المتحدة الامريكية. من بناء منظومة امن عراقية قوية. اتى لا تظهر. لا هذه الفصائل ولا غيرها. السادة محمد. السادة محمد. انا ما اتكلم عن جدل عقيم. انا اتكلم عن كلام موضوعي. ما الولايات المتحدة الامريكية طلعت بالالفين ودعش. بعد ما صار قرار بيكر هاملتون. السادة غابريل ما ذكره. نهاية الفين وستة طلع قرار بيكر هاملتون بعد انفجار سامرة. والقرار مع البيكر هاملتون. يعني جمس بيكر ولي هاملتون. قالوا راح ننسح من العراق وننفتح على ايران وسوريا. ليش ينفتحون على الايران وسوريا? لأن معسكرات الارهاب كانت في ايران وسوريا من اجل اخراج امريكا من العراق. شايف? فخرجت امريكا. وراح القاعدة. وراح جيش المهدي. واكو قيادة عامل القوات المسلحة. وفازت العراقية. وان راحت الدولة وان راحت الجيش. ضرب الفوز. ها? وجاء بالمالك مرة ثانية بالزور. بالباطل. والمالك بدورته الثانية. نسف اتفاقية اربيل. وضرب كل رموز السنة. وتحدثوا عن الحشد في الفين واثنعاش. واطلقوا داعش من السجون ب الفين وثلتعاش. حسب كلام حسن الشمري وزر عدل المالكي. وجدت داعش. وجاء المهندس وقال انا الدولة والدولة انا. هذا كلام المهندس. اللي يسموه قائد النصر. قال انا الدولة والدولة انا. انا الدولة والدولة انا. يعني ما اكو دولة. بس الحشد. ولذلك اليوم الحجة مع الحشد كلها. هو الحشد وبس. اهس لو تسمع كل كلامهم الدقاعة تسمعها بال بالحاملة الانتخابية. الحشد وبس. وكل شغير الحشد لا يعتبر حراقي. وهذا حقيقي دكتور عمر. دكتور عمر. وهذا حقيقي للحشد الشعبي انجازات. لهذه الفصائل اتا تختلف تتفق معها لهذه الفصائل ولقطعات الحشد الشعبي انجازات. ودور مهم بدحر داعش وهزيمة داعش. ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. لا داعش. لا 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 داعش دحرها التحالف الدولة. لكن انا اقول لك شنو صار. السنة شاركة وبترايوس في قتال القاعدة. كل واحد قاتل مع بترايوس القاعدة واني واحد بنعدهم اعتبروا ارهابي. لذلك ايران قررت. ما حد من السنة يجي يقاتل داعش مرة ثانية. من جد داعش. وهم اساسين الحشد. امريكا قبلت ان يروح المالك اللي يفاز ويجي العباد المفايز. بشهر ان السنة ما يقاتلون داعش. فالحشد صار هو هو الجناح الارضي للتحالف الدولي. وهذا التحالف ثاني. بين التحالف الدولي وبين الحشد. اللي الحشد اليوم يريد يطرق التحالف الدولي. هذا انقلاب مفجعة الدولة. هذا انقلاب عن نظام الدولي ايضا. وهذا لا يمكن ان يجوم. طيب خليني استاذ دكتور عمار اروح للاستاذ علي فضل الله. استاذ علي فضل الله. لا وجود لدولة. لا وجود لمنظومة دفاع جوي. لا وجود لقوات امنية قوية بتواجد هذه الفصائل. وخشة الولايات المتحدة الامريكية من تسليح الجيش العراقي. وتسريبها لهذه الفصائل. وخلينا اذكر لك حادثة. البرامز بعض الدبابات البرامز الامريكية تم توقيف عتادها بسبب مشاهدتها احد الفصائل بدياله. كان التقرر الامريكي تحدث عن هذا الشيء. بالتالي لا منظومة دفاع جوي. ولا ثقة حتى بالقوات الامنية العراقية بسبب هذه الفصائل وارتباطاتها الخارجية. هذه مشكلة العراق سيد محمد. بالمناسبة يعني من عند عام 2003. ولحد عام 2014. كان هناك مزاوجة ما بين بعض الساسة العراقيين الذين حققوا يعانون من الاحتقان الطائفي باتجاه مكون سياسي معين. وما بين الجانب الامريكي الذي قام بتفكيك المؤسسة الامنية العسكرية العراقية عام 2003. وبناء هذه المؤسسة على مقاس ومزاج الجانب الامريكي. وخلينا اوضح هذا للأسف في بعض القنوات صدر باتجاه بالسوء مع جل احترام للمؤسسة العسكرية العراقية. لكن للأسف المؤسسة العسكرية العراقية الآن فيها اختراق من قبل بعض القيادات التي تعمل لأجل تحقيق المصالح الامريكية. لذلك الجانب الامريكي متمسك ببعض الاجهزة الامنية ليس حبا في العراق. لأنه يدرك جيدا لديه بعض القيادات التي تعمل بحسب اوامره. ويتذمر من وجود الحشد. لأن الحشد جاء حقيقة خارج الهندسة الامريكية. نتيجة فتوة جهاد الكفائي اللي اصدرها السيد السستاني دائم ظل الوارف عام 2014. لذلك عندما يتكلم الضيف من تركيا على انه الفصائل والحجد الشعبي يقوى لا دولة هو يكذب. والدليل انهارت الدولة العراقية عام 2014. بسبب عدم حقيقة مساعدة الجانب الامريكي للحكومة العراقية. والنتيجة الفساد المالي والاداري. عفوا. من اعاد هيبة الدولة العراقية. هم الفصائل الذين لبوا النداء. وجاءوا حفات دون ان تصرف عليهم الحكومة العراقية. دينار واحد قبل ان يلتحقوا بالمسكراس. صاد علي. صاد علي. ومن اجل تلبية نداء المرجعية. صاد علي. صاد علي. ومن اشتغال على عدم نجاح التجربة الامريكية. هو اكو جيش بالعالم اقوى من الجيش الامريكي. ليش ما استفادين من تجربة اقوى جيش بالعالم. انطيني بديل لالتجربة الامريكية. منه انجح من تجربة الجيش الامريكي؟. الجيش الافغاني. عفوا الجيش العراقي. اها. تجربة اعتقد هنديه. مو ساد محمد. هذا حقيقة يعني هذا الموضوع فيه مغالطة كبيرة جدا. حتى الدبابة البرامس اللي يتكلم عنها. مو من حق الجانب الامريكي. الفصيل اللي يتكلم عنه هو تشكيل من الحجد الشعبي. وهو قوة عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. وكانت تدافع من اجل العراقيين. اسئلك سؤال. واسأل كل الضيوف اللي يوياك الان. هل سمعت بفصيل مسلح يقوم برمي المعسكرات العراقية باسلحة الكاتيوشة؟. قطعا لا. استهدف الجانب الامريكي. وحذر الجانب الامريكي. ايه. 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 اسمعت وشفت. اللي صار بالبصرة. اللي صار بالبصرة. بالقصور الرئاسية بعد الكشف عن فرق الموت. فصيل مسلح معروف هاجم القصور الرئاسية اللي تتواجد به القوات الامنية بصواريخ الكاتيوشة. لا قطعا لا هذا الموضوع غير صحيح. والاعلام سيقى بصورة غير صحيحة. للأسف. صد علي. احنا. الحكومة العراقية. وفيديو. زاقروس نزلنا فيديو بوقتها. بعض الاجهزة الامنية ما راح اسميها. فيديو. فيديو. خامت بعملية تكتبال دون وجود اوامر قضائية. نعم. زاقروس بوقتها. بوقت الحادث نزلنا فيديو. فيديو يوثق مهاجمة هذا الفصيل للقوات الامنية. ليش؟ لانه احد امراء فرقة او فرق الموت هو تابع لنائب. هذا النائب تابع لفصيل مسلح خط احمر وتاج راس. لازم ما احد يروح له. ما كو يجحش. هذا غير صحيح. والاعلام حقيقة لم يكن صادقا في هذا الموضوع. وانا اؤكد الفصائل. طبعا الان هو حشد شعبي. ما كو شي اسمه فصائل. الحشد الشعبي الان هي قوة عسكرية. حقيقة. ما كو فصائل يعني قانون برلماني. يعني الحشد الشعب اللي يقصف الان عام الستاشة. البعثات الدبلوماسية. لا هذا جانب جانب اخر. اه هسا جانب اخر. اللي تتكلم عنها هي. الفصائل اللي تتكلم عنها مشروط وجودها حقيقة بوجود القوات الامريكية. انا اللي اقوله. لماذا لا نطالب بخروج القوات الامريكية وننهي هذه المشكلة. من البديل. الجانب العراقي. من البديل استاذ علي. من البديل. من البديل. تقول وبالقلم العريض. طيب. نحن باقون ما طول وجود المحتل على ارض العراقي. من البديل. من البديل. انتو قبل شد تقولون. يطلع المحتل وعملنا راح ينتهي. لا صد علي قشمرتونة. وين عملكم راح ينتهي. عملكم راح ينتهي. لا 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 لا. وللحكومة. راح يصيرون النواب. ساد محمد. ساد محمد. ساد محمد. خلينا نكمل الفكرة رجاء. شوف ساد محمد. عام 2014 لم يكن هناك حجدا شعبيا. لم يكن هناك تشكيل. جاء خارج الهندسة الامريكية. وبالتالي العراق قبل عام 2014 يختلف بالكامل. وتعديدا المؤسسة الامنية العسكرية العراقية تختلف بالكامل ما بعد عام 2014. وبالتالي العراق الآن قادر أن يصد أكبر تهديد يواجه الأراضي والحدود العراقية. المشكلة هي وين الآن؟ بين الحين والآخر. نشاهد هناك ضربات أمريكية على العمق الستراتيجي للمجاميع الإرهابية. يقوم باستهداف فصائل الحجد الشعب التي تقف على الحدود العراقية السورية. ليش من أجل فتح ثغرات للمجاميع الإرهابية حتى تستطيع أن تنتقل من وإلى الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية. لذلك أنا أكرر الجانب الأمريكي. خلق مؤسسة عسكرية هزيلة. غير مسلحة. لا تمتلك أسلحة دفاع جوة متطورة. حتى الـ F-16 هي حقيقة منزوعة الأوبشنات كثيرة جدا. لا تشبه السلاح الأمريكي من حيث الصناعة. هناك أوبشنات كميرة كثيرة جدا. استبعدت من هذا الجانب. جانب آخر. الجانب الأمريكي يقف وراء تخريب منظومة الكهربائية العراقية من خلال شركة جنيرا الألكتريك. التي كانت حقيقة. عبارة شركة تأسيل أموال وتهريب الوزراء الفاسدين. استاذ علي. الأفصد طعش. إذا طلعوا الأمريكان. وهذا الشركة اللي ما بقت بقاعدة بلد. لازم يبيعها تفسيخ. خطع غيار. خليك يا استاذ علي. خلينا نروح للأستاذ جابريل صومة. استاذ جابريل. ما مشبوري إن عدن إمكانية أن بيحة تفسيخ إن شاء الله. حقا لدول غير الجانب الأمريكي. طيب. ما هو من يشغلها يعني. من راح يشغلها غير. شين سوق العورة السادة محمد. أقصد راح بيحة تفسيخ بسوق العورة قل لك. أتلاطفوا ياك استاذ علي خليك بهاي. طيرات لف 16. فهمت اللي قلتها استاذ علي حتى لا يؤول. ما سمعت الشواء. أعتقد هذا التهكم من جنابك استاذ محمد. سوق العورة هم يردون عليك يعني. لا. بهذا مو إهانة لسوق العورة. لكن نبيعها لتفسيخ طائرات. لف 16 نبيعها هناك. شين المشكلة أستاذ علي. خليك وياه. خلينا نروح لأستاذ جابريل سومة. أستاذ جابريل لماذا تصور الولايات المتحدة وحقيقة هي من تصور المشهد الأفغاني أو اليمني بالعراق بعد انسحابها. إذا كانت هي تعلم بأن هذا المشهد العراقي بعد انسحابها. لماذا تنسحب؟ والسياسة الرئيس بايدن إلى الآن غير واضحة بالنسبة للعراق. واضحة أكثر بالنسبة للسورية ولكن بالنسبة للعراق غير واضحة. أولا هناك مشاكل هناك فرق كبير بين أفغانستان وبين العراق. العراق ظلت مهم لأنه مصدر للنفض. يعني بحدود أربعة إلى خمس مليون برنيل في اليوم الواحد يساهم في التجارة العالمية. يعني أي ضرب يصاب العراق يؤثر على بيئة الاقتصاد العراقي. ما خلقه على الاقتصاد العالمي. ما يحدث الآن في العراق يفتح من أن تشابيها بيئة حدث في لبنان من فوال ثلاث سنة. الإمام حميني آلة ذات. فعلى سنة سنة سبعين لأن الجريمة العربية والعنظمة العربية هي من صنيعة الغرب. ولكن يجب أن يكون شيوش واضية للجريمة الثنية. أنشأوا حزب الله في لبنان. واليوم حزب الله هو الدولة. حزب الله هو أكبر من الجوش اللبنان. إذا قرر السيد نصر الله بإخلاق مئر في كل البلد أخشى من أن يحصل في الإنسان كأن هذه الأطفالات التي يسميها هنا قررتم إجاعك الشعب اللبناني وحسن نصر الله هو من أنقذ الشعب اللبناني واليوم أزبت الوقود من عالجه حزب الله لماذا هذه المغالطات هذه الكنيشيات يوما لا والله سيد علي راح المازاوتي العراقي بس المازاوتي الإيراني احتفلتوا بي عموما سيد جابريل والله أعتدر من جنابك خلينا نرجع لدكتور عمر عبدالستار صوتك غير واضح دكتور عمر المشكلة اللي بدت تظهر الآن وهي عودة داعش قبل أيام ممكن أن يسيطر على قريتين أو ثلاث قرى بالكامل عودة ظهور داعش دكتور عمر قبيل الانسحاب الأمريكي الانتخابات العراقية هو بسبب انسحاب قطاعات الأمريكية من العراق لا لا هو سيناريو محتمل ويترقب العالم كله بعد الانسحاب الأمريكي هو تدري يا داعش أو عوامل لا دولة هي ليش انتشرت بالعراق انتشرت بالعراق بسبب الاحتلال والانسحاب وهي تكبر وهي تكبر لسد الفراغ بالانسحاب وإحنا شفنا بانسحابه 2011 كيف أطلق سراحها وكيف سيطرت على أربعين بالمئة من العراق وكيف أبقوا حافظ الأسد وكيف ضربوا الحراك السني وبعدين ضربوا المنتفضين قتلوا لهم ألف وجرحوا وثلاثين ألف يتكلم عن عن الشيطائفي هما قتلوا قتلوا ألف وجرحوا وثلاثين ألف فبالتالي من المتوقع يعني احنا نعرف موضوعيا ان داعش والميليشيات ان القاعدة والحشد القاعدة وجيش المهدي هما وجهان لعملة واحدة لكن هذا غير منطقي دكتور عمر دكتور عمر غير منطقي غير منطقي الحشد هذا؟ هذا بنظرك لأنك صاد علي صاد علي صاد علي أرجوك أنا أنا اللي أرد صاد علي وراح أرجع لك دكتور عمر يعني لا يمكن مقارنة داعش بالحشد الشعبي الحشد وهذه الفصائل هسا تعدك ملاحظات عليها الآخرين نعدهم ملاحظات عليه لكن هاي بيوم من الأيام حفظة هيبة دولة دكتور عمر داعش لا داعش قتلوا لا ماكو دولة لا 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 داعش لا لا دكتور عمر دكتور عمر داعش قتل سبا سرق ايه وذول ما قتلهوا سبا لا خلحشي يا محمد فضل هذول اثنيناتهم عوامل غير دولتية دينية مسلحة عابرة للحدود شن الفرق بيناتهم اختلاف الرايات اختلاف الرايات جعل زعماء القاعدة في ايران ابو مصحب الزرقاوي جابها حسين كاظم القم للعراق داعش اطلقوها من صدنايا وبغريب وبالتالي هم تمددوا تحت ظلها الفرق الوحيد بين الاثنين ان ايران هي ابو الحشد الرسمي لكن القاعدة وداعش ليس لها اب رسمي وليس لها ام رسمية لا لا هم توأمان ارهابيان اذا مات احدهما مات الاخر وعليه يجب ان لا تموت داعش وبالتالي ان تتوقع ظهور دسخة من عوامل لا دولة لكي يقول الحشد انني ضروري ابقى وسلاحي ممنوعي النزع واني ما حد يحلني هاي الحجة حجة حوامل لا دولة التي لا حاجة لها تبقى لان هناك دولة موجودة وهناك حوامل لا دولة تأتي تخرج من تحت الصخور تخرج من السجون وهذا متوقع جدا بالفترة القادمة خاصة وانه وانه هناك فراغ حقيقي طيب دكتور عمر انا اقول لك شيء انا اقول لك شيء اسمح لي اسمح لي اكو جملة مهمة وهي انا اعتقد في ظل الحقبة الدولية الجديدة والانسحاب المزوج هناك اهمال تاريخي لمنطقة الشرق الاوسط ورغبة في التطبيع مع ايران وايران مترية تروح على تفاوض ومعناها هناك سيولة دولية في المنطقة هاي السيولة الدولية والمنطقة ستكون خطرة اهمال تاريخي من قبل من دكتور عمر ولولاك توقع نعم اهمال تاريخي من قبل من من قبل الولايات المتحدة والعالم نعم دخلنا بحقبة دولية جديدة بدأت تحالفاتها تتغير وبالتالي التحالفات في المنطقة يجب ان تتغير التأخر في تشكيل التحالفات الجديدة راح يدخلنا في اهمال في هذه المنطقة طيب دكتور عمر والاهمال في هذه المنطقة يعني فوضى طيب دكتور عمر الان عدت على ايام وتنسحب القوات الامريكية داعش عاد يضرب بعدة مناطق قبل ايام ممكن كان ان يسيطر على ثلاث قراب الكامل او اربع طيني البديل من زعج من الحشد وتسمي لا دولة الفصائل لا دولة نطيني البديل ما هو البديل لعدم تكرار سيناريو 2014 هو اشوف حين نحن واقع ما نحن دستور ما نحن دولة ما نحن قانون اليوم اليوم في هذا الوقت الفرلمان القادم هو فرلمان ابو فدك والحكومة القادمة هي حكومة ابو فدك شيء تام ابيت انت ضد او او ايام و هذا موجود حكومة اغلبية حكومة اغلبية ما اكو اغلبية ومعارضة بالعراق ساد محمد ما اكو اغلبية ومعارضة بالعراق احنا عدنا احنا بالعراق عدنا بالعراق شيء هجيني بحيث القرار السياسي القرار السياسي يتخذ من قبل ابو فدك والبقية وقفين على تك رجيل بس هاي واقع تدري شنو مشكلة الفصائل اليوم مشكلة الفصائل ان بايدن فاوض طالبان وبايدن فاوض الكاظمي وما فاوضهم وما راح يفاوضهم وهاي عقدة النقص اللي عندهم وايران في ضل عدل في من اجل استقرار نظامها يجب ان لا يستقرق عراق وسوريا ولبنان فكيف تريد العراق وسوريا ولبنان ان يستقروا في ظل حشد ابو فدك طيب استاذ علي فضل الله اولا حق الرد لجنابك واسأل عن قوة داعش تحديدا بهذه الفترة استاذ علي شنو السر ليش داعش بدأ يتحرك بدأ يضرب مناطق شنو السيناريو المخيف والمقلق القادم ليش كل هاي تصير كل هاي الامور تصير والله القوات الامريكية راح تنسحب اصلا ماكو كانت قوات امريكية قتالية على الارض بس عندي سوق العرب المناسبة وبدين تصدر اعطت اكثر شهداء نسبة الى كل محافظات العراق سواء من المدنيين اللي راح وضحية العمليات الارهابية التمجينية وكذلك العسكر اللي لبوا لداء حقيقة سواء المؤسسة العسكرية او حسد الشعب سوق العراق بجانب الاخرى الموازات العراقية لا 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 ساد علي ساد علي قفلي بس خليني بس للتوضيح السادة محمد اوه توضيح موان ايضا ارد اوضح يعني انا متهكمت بعكس ضربت بي مثل انه اكثر سوق ممكن ان ينباع بي كل شيء كل العراقين يعرفوه اكثر سوق معروف العراق سوق العورة ما قلت ابدا ولا اسأت فضل فضل انا هم يدوضح هذا الجانب السادة محمد طيب فضل شكرا المازاوت العراق التحشي عنه يا سيد الكريم يا سيد الكريم عفوا الموضوع احنا عدنا احتراض على موضوع الفساد المالي والاداري في الحكومة اللبنانية لذلك احتراض بعض الطبقة السياسية الشيعية تحديدا على موضوع ارسال الوقود الى الحكومة اللبنانية لوجود فساد مالي واداري وحتى في المواد الغذائية جنابك ممكن تعلم او كثير من الوكالات الفضائية نقلت هذا الموضوع انه تم التصرف فيه وبيعه حقيقة وعدم مصول العوالي المازات الاراني راحوا باركتو بلما ايران المازات الاراني راحوا باركتو بس العراق لا ايران لا تسمح لي سادة محمد فضل وانت سألت خلينا نكمل فضل ايران عرفت الطريق الصحيح الجانب الامريكي وتحالف بعض الدول الخليجية والكيان الصيوني سياسة تجويع الشعب اللبناني وحتى العراقي ادركت من قبل حزب الله لذلك حزب الله بكل شجاعة ذهب الى ايران وتفاوضوا اياها وبكل انسانية من ايران مدت الشعب اللبناني وانقذت حقيقة وكان سبب في فك الحصار عن سوريا دليل ذلك الان مصر والاردن تريد فتح العلاقات مع سوريا كذلك نقل الطاقة من سوريا والاردن بتجاه الاردن لان حزب الله ما فاوض خل اقول لك ليش منزعجين وليش ما باركتو الموازات العراق اللي مثل ما باركتو الموازات الايران اللي وصل لللبنان وقلتوها الازمة ليش لان حزب الله ما فاوض الكاظمي لا الحكومة اللبنانية هي اللي تحدثت مع الكاظمي ليش لانه ما راح عن طريق حزب الله كذلك لو قلت لك راح لحكومة تعاني من فساد مالي واداري اما موضوع حكومة ابو فدك فبكل فخر حقيقة النظام الديمقراطي يا سيد الكريم هو النظام الاغلبية واذا كان هناك بعض الساسة الشيعة تعاملوا بانبطاح مع هذه الشخصية التي تكلمت عن ابو فدك وابو فدك حقيقة يشرف كل انسان يتطاول عليه ابو فدك ورجالاته هم من اعادوا هيبة الدولة العراقية عندما ولوا كثير من ساسة متطرفين حقيقة يعانون من الطائفية المقيتة وغادروا الارض العراقية وتركوا ارض العراق لداعش لذلك في المرحلة القادمة خلينا بشرة وبشرة الكل المرحلة القادمة تختلف بالكامل يجب احترام الدستور العراق والمادة 76 تقول يجب ان تكون هناك كتلة اكبر الكتلة الاكبر تقوم بتشكيل الحكومة العراقية شامن شاء وابر من ابر سياسة الانبطاء راح يتم غادرها بالمرحلة القادمة من اللي ضحى اكثر للعراق والعراقين ابو فدك لو عبدالوهاب الساعدي لا الطرفين لا حصادر جهده مهاذر الجانب وقاعد وموجود ليش ابو فدك لازم يروح يصير حسان حجيت على عبدالوهاب حتى تقارن مع جل احترام لكل القادة العسكريين الوطنيين الشرفاء امثال السيد عبدالوهاب الساعدي وامثاله تحية حقيقة حب وتقدير واحترام لهم ولكل صنوف قواتنا المسلحة الشرفاء لدينا بعض القيادات التي للأسف سرقت عفوا سرقت هيبة المؤسسة العسكرية العراقية وإلا المؤسسة العسكرية العراقية يشار لها بالبنان وهي من أرزل المؤسسات في العالم لكن للأسف تدخل الجانب الأمريكي وزرع بعض القيادات الخائنة هو من أوصل العراق لهذه المرحلة لذلك حقيقة نكون كل الاحترام للمؤسسة العسكرية العراقية لكن نتحفظ على بعض الإجراءات والتصرفات أما موضوع نفوذ داعش الآن وعودة قوة داعش خلينا رجعك حقيقة ساد محمد للأسف مع قدوم حكومة السيد الكاظمي قام ببعض الإجراءات الخاطئة من خلال إبعاد بعض القيادات العسكرية والأمنية التي كانت سبباً بتحقيق الانتصار أمثال الفريق سعد العلاق الذي كان سبباً حقيقة بتحقيق الانتصار وتفكيك كثير من خلايا الإرهابية إبعاد أبو علي البصري أبو علي البصري الذي كان مسؤول عن خلية السقور هذه الخلية العظيمة طبعاً أبو علي البصري وبكل احترام استطاع أن يفكّل خلايا إرهابية حتى خارج الأرض العراقية بينما كان الجانب الأمريكي المتفرج وأذكرك الآن يعني مروح رابط خمس سنوات على ذاكرة نأساوية فالسقلاوية تعرض فورج كامل أربعمية وخمسين أبو علي البصري متهم نعم أبو علي البصري متهم بالولاء الإيران قلية السقور كانت مختارة مثل ما أنت الآن تتحدث عن اختراق المؤسسات الأمنية لا لا ما تهم هذا الرأي الآخر ما تهم أنا هنا محاور محايد أستاذ علي ما تهم ما دام قل لك الرأي الآخر ما تسمعوا بقنواتكم نعم خلينا سمعك خلينا سمعك بالضبط كل الوقت إليك مثل ما أنت تتهم تقول أكو اختراق لدى المؤسسات الأمنية العراقية لا أيضا الحشد مخترق أيضا خلية السقور كانت مخترقة من خلال مثلا أبو علي البصري العفو إحنا بس خلينا نرجع أبو علي البصري حرر الأنبار الإيرانية وصلاح الدين الإيراني ما حرر أبو علي البصري لا لا ما حرر أبو علي البصري حرر عبدالوهاب السعدي حرر عبدالغاني الأسدي جزء من المؤسسة التي حققت الانتصار للعراق بعد أن انهارت المؤسسة جهاز مكفحة العراقية عام 2014 الجيش العراقي ووجود هؤلاء الأبطال هم من استطاعوا يا زيد الكريم 2014 جيش هندي طبعا جيش عراقي لكن بإشراف وللأسف بعض وجود القيادات العسكرية الخائنة التي توالي جانب أمريكي وتلقت الأوامر بالانسحاب من بعض المأماكن المهمة كانت تتقدم من خلال غطاء جو أمريكي أستاذ علي لا تخليني ذكرك بأمرلي وأمور أخرى ممكن أن أعجب بها كل قطعات الحجد الشعبي تتحرك بغطاء جو أمريكي وذكرك وأقول لك أمرلي حصلت أبد أبد هذا الموضوع أختلف وياك أمرلي بعد قصار تسعين يوم كان كل العالم يقف متفرج من دخل إلى أمرلي الشهيد الحاج الجنرال قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ومن خلال أربع محاور بعد أن استطاعوا حقيقة أن يكسروا طوق الحصار المفروض من قبل المجاميع الإرهابية وللأسف في تلك الفترة يعني ما ريد أذكراني حقيقة على كل حال التحالف الدولي كان بعيد كل البعد على هذا الموضوع التحالف الدولي كان يقف متفرج على قتل العراقين في هذه المرحلة طيب أستاذ علي في شهر الدعش بدأت تحالف الدولي يتدخل من خلال إدارة الإرهاب وليس محاربة الإرهاب في العراق معدر الجنبك أستاذ علي وأستاذ جابرييل ودكتور عمر خلونا نروح نشوف شورة فعل الشارع والمواطن العراقي مع استطلاع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين أسألنا الشارع والمواطن العراقي أنه هل هناك مخاوف من تكرار السيناريو اليمني والأفغاني بالعراق بعد الانسحاب الأمريكي سيد جابرييل صومة أعتدر من جنابك مرة ثانية أكو خلل بالصوت لكن خلينا سئلك الآن 75% من المشاركين بهذا الاستطلاع أستاذ جابرييل يعني لا يخشون تكرار السيناريو اليمني أو الأفغاني بالعراق بعد الانسحاب الأمريكي بإجاز جاوبني لا أعتقد بأني الولايات المتحدة سوف تنسحب في الوقت الخاضر ما لم تقرر الحكومة العراقية سحبها طيب دكتور عمر عبدالستار 25% من المشاركين بهذا الاستطلاع عدهم مخاوف من تكرار السيناريو اليمني والأفغاني بالعراق بعد الانسحاب الأمريكي هو طبعا ليش يصير 25% 95% راح يصير رسميا لكن بعد فترة أبو فدك وصاحبك هذا أبو حروب راح يروحون إلى حيث ذهب المهندس وسليماني الله وياهم طيب السادة علي القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة هذا التهديد السادة علي دربالك 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 تهديد تهديد لمن العبو العبو تهديد لمن يلقتل لنا عادة السادة الحمد دير الحوار بحيادية أنت ملتسمع يتجاوز على شهداء ما ديتجاوز دي يقول لك راح يكون مصيرهم مصير ويستهدف حقيقة قيادات أمنية عسكرية عراقية السادة علي سادة علي هو دي يقول راح يكون مصيرهم مصير قاسب سليماني وابو مهدي المهندس ما تجاوز ديقول دي يشربهم مصيرهم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة شن الموضوع بالتهديد العفو يعني القتل لكم عادة يعني شنو راح تكتلوه مثلا شنو راح تسوي له مثلا لا لا يا عزيزي راجع اللغة العربية يعني إحنا من خاف إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا وضحت لا نخاف إذا وقع الموت علينا أو وقعنا على الموت طيب جاوبني على سؤال واضحة واضحة إيه هسا وضحتها أنت رديت وأنه كان أشبه بالتهديد للدكتور عمر أستاذ علي 75% من المشاركين باستطاع صاحب بعد وكيف كيف تفتهم لا لهم وان المشاهد بالعكس أنا وضحت تلكها حتى لا تفهم وتفسر خطأ بي حقك لأن أنا شخصيا عرفك أنت ما عندك هذا هذه الأمور أمور التهديد وأمور الوعيد وصاد علي 75% من المشاركين صحيح طيب دكتور عمر أرجوك خليها تعدى على خير هاي الأيام أنت ظل بالظل ما قال في حجار أنت شغلتك بتركيا وكيف تصفض حاجة صاد علي تعال مناطقك حررها أو طلع أو طلع عدتها لها والنعم من عندك أنت واحد من جردان داعش أنت لا 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 صاد علي أنت جردان لا دون التجاوز والله إنت واحد من جردان داعش أحرار عراق هسأشوف أنت لكاني لك أنا أشرفك وأشرف أمثالك لا 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 أستاذ علي دون التجاوز أرجوك أنا أشرف نفسي دكتور عمر دكتور عمر أستاذ علي أرجوكم أرجوكم راح أكون مجبر أنه أقتم يا نكر ما عليك أن تدع نكره أستاذ علي أستاذ علي جاوبني على سؤالي خمسة وسبعين بالمئة من المشاركين بهذا الاستطلاع يشوفون أنه لا مخاوف من تكرار السيناريو اليمني والأفغاني بالعراق بعد الانسحاب الأمريك أستاذ علي بإجاز أرجوك أريد أن أختم طبعا الحمد لله الآن المؤسسة العسكرية العراقية والأمنية وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا يشار لها بالبنان وبوجود الحجد الشعبي أيضا فبالتالي هذا الموضوع اختلف أنا قلت في بداية كلامي العراق قبل عام 2014 يختلف بالكامل عن العراق ما بعد عام 2014 وسوف يجبر القوات الأمريكية سواء بالجهد الدبلوماسي وهذا ما نتمنى وسيختلف بعد عام 2024 فيتصل سيختلف بعد عام 2024 أنتوا لن يكون لكم موجود طيب أنا أشكرك الأستاذ علي فضل الله المتحدث بسم حركة حقوق شكرا الأستاذ علي وأيضا المشاهدين أشكر الدكتور عمر عبدالستار البرلماني السابق وأيضا مشاهدين أشكر الأستاذ جابرييل صومة مستشار الرئيس الأمريكي السابق ترامب واعتذر من جنابك أيضا أستاذ جابرييل وشكرا لكم مشاهدين أشوفكم باتر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة